اهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل بكل طلاب بالنهاردة ان شاء الله ولا فيديوهات شرح وحل منهة كونكت سري فرست ترم الفين اربعة وعشرين هنقرأ مع بعض كلمات درسنا هناخد لسن وان في يونت وان هنقرأ كلمات الدرس وهنفصص الدرس هنقرأ مع بعض وهنحل كل تدريبات كتاب المعاصر ان شاء الله وهناخد في اخر الفيديو هومورك كده مع بعض يلا بينا نبدأ درسنا بس ياريت اطلب منكم ان انتم تدوسوا لك علشان الفيديو يظهر واكبر عدد يقدر يستفيد منه ان شاء الله وقناة انجليزي كل المراحل تكبر بيكم يلا بينا نبدأ هنفتح يونت وان تعالوا بينا بسم الله ويلا نقرأ عنوان درسنا عنوان اليونت الاول اي فيل هابي اي انا فيل اشعر هابي بالسعادة تعالوا نروح على بيج سيفنسين ونبدأ نقرأ كلمات درسنا وهنا كلمات درسنا الكلمات كلها بتعبر عن الشعور المختلف تعالوا نشوف هي كلمة فيل الاساسية عندنا فيل اشعر فيل اشعر احس فيل اي انا يلا بقى نقرأ الصفات المختلفة كلها اول حاجة لما احنا نكون حاسين بالسعادة كلمة سعيد معناها هابي هابي اله بنطقها بصوت حرف اله ها ها اله حرف اله لازم اربط بين صوت الحرف وبين شكله واسمه ده اسمه حرف اله شكله اهو صوته هه ها ها اتش و ايه بف بف البي بي سترونج بخرج ها من بقى وانا بنطقها وبعدها حرف الواي صوت حرف اليه هابي هابي سعيد هابي سعيد طيب دعالوا نشوف جعان يعني ايه؟ جعان معناها هانجري 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 خلي بالك قبل ما نقولها ان الـ T و الـ H بنطقها بصوت حرف الث thirsty thirsty عطشان يعني ايه غطبان angry غاضب يعني ايه غير سعيد بصوا حزين سعيد معناها هبي هزود عليها حرفين الـ U و الـ N وهتبقى unhappy او نفس المعنى ليها sad sad tired معناها متعب او مرهق tired tired متعب او مرهق تعال من شوف نكمل بقية الصفور لما وصف مثلا نتجول انه حر او سخن فهقول hot hot شخص طيب او عطوف kind 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 يأكل eat eat يجد find find يجد ينظف الفعل ينظف c هننطقها بصوت حرف الكه تمام صوتها كه clean 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 ينظف clean ينظف ينظف مطبخ kitchen kitchen c و الـ H بنطقهم cha cha kitchen نقسمهم عارفين الكلمة لما تكون كبيرة شوية وببدأ ان انا قسمها المقاطع كده kitchen 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 مطبخ يساعد help help غرفة المعيشة living room living room living room تعالوا نروح على page 18 ونشوف درس الـ conversation بتاعنا اول حاجة بصوا كده اه هنا اه حوار بين اصدقاء وتعالوا نشوف بيقولوا ايه اول حاجة الولد ده بيقول ايه I انا feel اشعر امشوا معايا بالقلم كلمة كلمة happy انا اشعر ان انا بالسعادة today النهاردة today النهاردة how do you feel هانا كيف تشعري يا هانا how كيف do you انت feel كيف تشعري يا هانا تعالوا نشوف هانا هترد عليه وتقوله ايه هانا بتقوله I feel excited انا بشعر ان انا متحمسة I feel excited daddy daddy انا بشعر ان انا متحمسة daddy is coming home soon بابا هيأتي البيت قريب يعني بعد وقت قريب السي خلي بالكم السي بامتابسط حرف k how do you feel يا يوسف كيف تشعر يا يوسف يوسف هيبدأ يرد تعالوا نشوف بيقول ايه بيقول it's hot الجوحر I feel thirsty انا اشعر بالعطش I feel thirsty I feel thirsty تعالوا نشوف بعد كده البنت هنا بتقوله ايه me too me too me انا ايضا too معناها ايضا and معناها و I I I I feel I feel I feel hungry 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 Mi يعني انا عطشانة و كمان انا جعينة طيب تعالوا نشوف بقي هنا بصوا هنا البنت دي قالت لهم ايه let's go let's go خلي بالكم كلمة let's دي اولاد معناها هيا بنا خلي بالكم من كلمة let's دي معناها هيا بنا بصوا اختصارها ايه هي اختصرها معناها هنا اي بقى خلي بالكم بيجي بعدها الفعل من غير اضافات خالص زي ما هو هيا بينا نذهب المطبخ لكي علشان نتناول خلي بالكم الفعل هاف بيجي بمعاني كتيرة معناه ان انا امتلك او اكل اتناول لكن لما بيجي بعده اكل يبقى اتناول هاف شيء ما لأأكله التو والإتش بنتقى بصوت حرف السه خلي بالكم يلا بينا تعالوا نروح لبيجي نانتين ونشوف مع بعض الكنورسيشن دي هاو داز مامي فيل كيف ماما تشعر تعالوا نشوف الديروب ده بين بين بنت اسمها هانا وبين مامتها يلا نشوف هنا هانا بتقولها ايه مامي هاو دو يو فيل هاو دو يو فيل كيف انت تشعري خلي بالكم الكلمة هاو معناها كيف اله احنا قلنا ان ننطقها بحرف اله طيب اله او بقى او اله او معاها اله او بتديني صوت اله او هاو هاو معناها كيف بترد عليها وبتقول لها اي فيل انهابي انا اشعر ان انا مش سعيدة اند تارد ومتعبة فالبنت بتبدأ بتسألها واي بصوا واي معناها ليه لماذا تعالوا نشوف بنقرها ازاي الو بننطقها بصوت حرف الو و زي صوت حرف الو و كده شوية والح هنا سايلنت مش بننطقها واي واي معناها لماذا ليه بترد عليها وبتقول لها بيكوز علشان بيكوز معناها علشان I have انا عندي a lot of things الكثير من الاشياء to do ان افعلها and I must clean وانا لازم clean انضخ the kitchen المطبخ هانا ردت عليها وقالت لها I can help you انا اقدر اساعدك and so كان هاني وكمان هاني يقدر we can clean the kitchen احنا نقدر ننظف المطبخ clean معناها ننظف ماما ردت عليها وقالت لها are you sure هل انتي متأكدة ردت البنت عليها وقالت لها yes it's good to help you يعني انه من الحاجة الكويسة ان انا اقدر اساعدك now ماما قالت لها بقى now I am very happy دلوقتي انا سعيدة جدا thank you شكرا لك you are very kind children انتو اطفال طيبين ولطاف تعالوا نشوف بقى هنا الجزء التاني من المحادسة عملوا ايه بصوا كده honey and hana honey and and معناها و يا ولاد honey and are at home هم في البيت in their living room في غرفة المعيشة they are talking to mommy هم بيتكلموا مع مامتهم mommy feels الام بتشعر unhappy بتشعر انها غير سعيدة and tired ومتعبة هانا and هاني هانا وهاني can help her يقدروا يساعدوها they can clean the kitchen هم يقدروا ينظفوا المطبخ now mommy is very happy دلوقتي ماما سعيدة جدا تعالوا يلا نشوف page 20 وعدتكم في قناة انجليزي كل المراحل ان اي سؤال حتى لو بين الصفحات هحل معاكم الحل هو يا ولاد اساس بجد ممارسة اللغة علشان نمارس لغة صح لازم نحل ونمارس ها كتير الحل الكتير هيخلي الطفل والطالب يقدر يتعود ايده تمشي على الحل يغلط مرة واثنين ويلقط مرة ولأ لغة لما يفهم ويعرف المعلومة كويس قوي ان شاء الله بصوا كده اول حاجة هنا هنقرأ ونختار الاجابة الصح اول حاجة اي انا اي انا ايت ولا فيل ولا جو وبعدها happy to die happy to die هاختار اي بقى بصوا هنا هاختار feel اشعر feel اشعر تمام feel معناها اشعر بتجي بعدها الصفة على طول بتجي بعدها الصفة على طول اللي هي هابي بقول i feel انا اشعر وبقول بقى اي هابي ساد تمام i feel happy number two it's اي it's اي خلي بالكم it's هنا دي بصوا اختصار لإيه عندي ايت ده ضمير معناه هو او هي لغير العاقل it i t it بتعبر عن جماد او حيوان المهم انها بتعبر عن حاجة مفرد خلي بالك ان ايت لازم لازم على طول يجي معاها از معناها هو يكون او هي تكون it is it is والاختصار بتاعها it's it's تعالوا نشوف كده it's انه يكون ايه اهنا بعبر عن الجو وبقول الجو ايه طيب انا مش عارف دايما لما يكون عندكم جملة تانية ولا جملة نقصة نقصة كلمة اهي والجملة التانية كاملة بعرف الكلمة النقصة من الجملة التانية الكاملة هو بيقول ايه I feel thirsty انا بشعر ان انا عطصون يبقى الجو ايه يبقى الجو اكيد حر hot طيب رقم three هو ولا where ولا how do you feel طيب انا مش عارف السؤال ايه ايه ادات الاستفهام اللي انا سألت بيها هعرف من الانسر من الرد اللي على السؤال ده I feel tired I feel tired انا بشعر ان انا متعب طيب ايه سألت قلت ايه كيف تشعر ادات الاستفهام اللي معناها كيف هي how how كيف how معناها كيف how do you feel how do you feel I feel tired طيب رقم four I feel ايه انا اشعر بايه مش عارف فانا هشبها من الجملة اللي بعديها let's have something to eat يعني هيا بينا نتناول شيء لنأكله طالما قلت هنا الفعل ايت اربط بين حاجة وحاجة طالما انا قلت هنا الفعل ايت انا هقول ايه hungry جعان I feel hungry انا اشعر ان انا جعان I feel hungry طيب يلا نحل رقم five daddy الاب is coming whom الاب هيأتي الى البيت I feel ايه انا بشعر ان انا متحمس صح متحمس لرؤية والدي يبقى I feel excited I feel excited I feel excited تمام طيب بصوا كده هنا بقى رقم six I'm hungry انا جعان انا جعان me ايه وانا ايه وانا ايضا me two me two me two وانا ايضا طيب تعالى كده نروح ل page twenty one يلا بينا على جزء اللانجوج تمام هنا لما يجي حد اما انت تسأل حد انت بتشعر بايه انت حسس بايه how how do you feel طب افرد انا ننسي تكوين السؤال ده بص احنا ونه في قناة انجليز كل المراحل ازاي تكون سؤال لازم يبقى عندك الرول القاعدة بتاعة السؤال تكوين السؤال ايه اول حاجة اداة الاستفهام اول حاجة اداة الاستفهام اللي هي هنا مين طبعا اداة الاستفهام عندنا كتير قوي اه هاو اه لقناها كيف بعد كده الفعل المساعد do how do بعد الفعل المساعد الفاعل انت you يبقى كده قلت وبعدين الفعل الاساسي اللي هو feel يبقى السؤال على بعض مش هننساه how do you feel how اداة استفهام do فعل مساعد you فعل feel فعل اساسي how do you feel كيف تشعر هنرد وهنقول i feel والصفة i feel angry انا اشعر بالغضب تم مثلا طيب تعال نشوف كده اسئلة هنقرأ وهنكمل هنا بيقول how do you how خلاص بقى حفظ نوها كيف تشعر اختار feel على طول تشعر طيب هنا لما اقول i feel بعد كلمة feel بقول الشعور اللي انا بحس به هنا الشعور ايه بقى اقول صفة هنا hungry جائع i feel hungry hungry جائع تعالوا نروح على السؤال التاني والسؤال هنا بيقول بصو كده let's go number one let's go to the kitchen let's go to the kitchen ها هو هنا بيقول احط علامات الترقيم يعني احط في الاخر احط علامة الاستفهام ولا full stop ولا علامة اللي هي علامة التعجب بصو هنا علشان ابقى عارف في نهاية الجملة انا بحط full stop في نهاية الجملة في نهاية الجملة في نهاية السؤال بحط علامة الاستفهام بصو لما اقول let's go to the kitchen هيا بنا نذهب الى المطبخ فهنا انا هقول ايه ها هنقول علامة الاستفهام ليه لان شعور بالحماس شوية تمام طيب هنا لما اقول how do you feel هنا بدأت اول كلمة اللي بتحددلي على فكرة هنا بدأت الكلام باداة استفهام وطالما بدأت الكلام باداة استفهام يبقى ده اكيد سؤال يبقى لازم في اخر السؤال اكتب علامة الاستفهام طيب رقم 2 it's hot دي جملة عادية خالص بدأت بفاعل وفعل فجملة فهوحط في النهاية full stop هنا i am very excited i am very excited فخلي بالكو لما بقول شعور كده بالحماس فانا بحط علامة الاسكسكليميشن مارك علامة الشعور تمام اللي هي علامة التعجب اصلا تعالوا نشوف يا صفحة في هومورك هقلوكو في اخر الفيديو هنكتب الهومورك ازاي مش بالطريقة العادية لا خالص تعالوا نروح ويلا بينا نحل بقى الاسئلة والله بجد فعلا انا مش قصدي ان انا اطول في الفيديو بس اهم حاجة ان الطفل يحل الشرح انا ممكن اكتفي بالشرح بس لكن الحل الكتير هو يخلي طفلك تثبت عنده المعلومة هتخلي يفهم الدرس اكتر تثبت عنده المعلومة اكتر واكتر فيالله بينا نحل اللغة ممارسة علشان نخلي ولادنا يتمارس اللغة صح لازم يحله كتير ودي اهم حاجة براعية في قناة انجليز كل المروحل تعالوا نشوف اول سؤال عندنا هو دايالوج وهنكمله بالكلمات اطبخ فيل اشعر يلا بينا بقى نترجم دايالوج بين ولد اسمه هاني وبين بنت اسمها مها الولد بيقول لها كيف تشعري يبقى هخطور الفعل فيل طيب بعد كده اشعر اننا جعان يلا نذهب الى ايه لما انت تحس ان انت جعان هتروح فين يلا نذهب الى المطبخ تعالوا نحل السؤال التاني يلا هنقرأ ونختار الاجابة الصح اي انا اي دي فاعل انا ايه بقى بصوا انا ايه لماما في المطبخ انا اساعد الفعل يساعد معناه هلب 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 انا انا اشعر ان انا متعب يبقى انا هسأل هقول ايه كيف تشعر كيف معناها how how do you feel تعالوا تعالوا نشوف كده رقم four they are cleaning there هم بينظفوا ايه اتهم في البيت خلي بالكم لما انا هياجي احل ويكون في اقواس انا بشوف اللي بين الاقواس اللي قبل الاقواس واللي بعدها اللي بعدها هم يعني هما هينظفوا حاجة موجودة في البيت طيب الclassroom الفصل في البيت لا play ground الحوش او الملعب في البيت لا living room هو اللي في البيت فدي الاجابة الصح رقم three look and answer انظر وجاوب اول حاجة how do you feel هنا الولد هيقول I feel انا اشعر احنا شايفين الصورة دي ها الصورة دي وحس انه ايه happy صح مبسوط فهنكتب happy تعالوا نكتبها مع بعض يلا اول حاجة صوت حرف اله هو حرف ايه الصوت ده القيتش على طول صوت 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 حرف اله ها ا حرف اله ها p 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 من بقي وانا بانطقها بي تقيلة بي عاملة زي صوت حرف اليه شوية اللي هي الو طيب هنا الولد how do you feel كيف تشعر هيقول i feel hungry لان بصوا بيفكر في الاكل اهو فجعان يعني ايه hungry تعالوا نكتبها بردو انا هقول اله صوت حرف اله اللي هو ايه اله الشاطرين ها اه حرف اليو هن حرف الان هن ج حرف الج هي صوت حرف الج هن جر ار حرف الار هن جري حرف الوا هن جعان تعالوا نشوف السؤال الرابع يلا بينا تعالوا نختار وعلشان نحل سؤال الاختياء اللي رتب دوت بنعمل حاجة اول حاجة لازم نقرأ كلمة كلمة وانت نجمها ونعرف معناها ونشوف احنا هنكون جملة ولا سؤال يلا بينا اول حاجة clean ينظف kitchen مطبخ ذا هم ذا الالف واللام قلب العربي وكان يقدر او يستطيع يلا بينا هو تكوين الجملة ازاي اكون جملة بالانجلش لازم يبقى عندي الرول عندي القعدة اللي اقدر امشي عليها بصوا ياولا تكوين الجملة هي فاعل وبعد كده فاعل تكوين الجملة ايه فاعل وفاعل طب يلا تعالوا نرتب وهقولكم حاجة هنا في الجملة دي بصوا اول حاجة زاي زي دي هي الفاعل زاي هي الفاعل رقم واحد طيب فين الفاعل يلا ندور عليه الفاعل هنا استنوا كده الفاعل clean ينظف بس في فعل تاني كان ايه دا الجملة فيها فعلين طب نعمل ايه بقى بصوا معايا لما يكون عندك في الجملة فاعلين تعمل ايه تكون بصوا كده الفاعل الاول وبعدين الفاعل المساعد وبعدين الفعل الاساسي الفعل الاول وبعدين الفعل المساعد وبعد كده الفعل الاساسي خلاص نعمل كده الفعل المساعد كتير قوي احنا عندنا امثلة الافعال المساعدة كل دي افعال مساعدة كل دي افعال مساعدة فتعالوا نشوف اول حاجة اخترنا الفعل طيب ابدأ اكتب با الفعل المساعد فين الفعل المساعد اهو كان لما يكون عندك رول عندك قعدة تقدر تمشي عليها تقدر تنظم الحل في مخك صح وتكون متأكد منه ان شاء الله هقول زي كان هم يقدروا طب فين بعد الفعل المساعد الفعل الاساسي كليل ينظفه طب عندي اسم وعندي الف ولام ينفع اقول مطبخ ال ولا هقول المطبخ لا طبعا هقول المطبخ فهقول ذا الاول وبعد كده كتشن تعالوا نقراها على بعضها كده بقى they can clean the kitchen هم يقدروا ينظفوا المطبخ طب يلا نحل السؤال التاني number two or يكون طيب وقتهم في البيت قد حرف جر المعنى فيه طب واند وان طب وهنا اسم بنت طب هاني اسم ولد طب أحل الجملة دي ازاي تعالوا نشوف احنا اتفقنا ان احنا بنقول الفاعل وبعدين الفاعل اول حاجة هاني هي هاني دي الفاعل لا بس مش لوحده ليه علشان فيه اسم تاني اهو فعايز اقول هاني وانا هانا فاقولها زي بالعربي هاني واند اند معناها وانا وكده التلاتة دول كده الفاعل هاني اند هانا ابدأ ادور بقى على الفاعل فين الفاعل هاني وهانا يكونوا فين الفاعل اهو ار يكونوا ايه ايتهم في البيت تعالوا نكمل ونروح لبيتج 24 ويلا بينا على السؤال رقم فاعل هنا عندي تاكست كده صغير ويكملوا من الكلمات اللي قدامي happy سعيد play ground ملعب clean ينظف ينظف ماجد and noor ماجد ونور are هم بيكونوا are in the kitchen في المطبخ they هم هم ايه بقى the kitchen هم ايه الكتشن خلي بالك انت شاطر ومن متابعين قناة انجليزي كل المراحل وعارف ان دي بداية جملة وزي دي فاعل ومحتاج ادور على فاعل فهنا فين الفاعل اه زي clean زي kitchen هم بينظفوا المطبخ they help their mommy هم بيساعدوا مامتهم mommy is very a mama a is very happy سعيدة جدا كلمة very معناها جدا بتيجي قبل الصفة تعالوا نحل السؤال السادس بيقول لي بص للصورة وتحتيها sentence جملة وكملها بالكلمات اللي قدامك دي في المعنى هيشعر help يساعد clean ينظف طيب يلا نشوف الصورة دي صورة ايه صورة اولاد بينظفوا المطبخ فهنا ذا زي دي الفاعل هم تمام ينظف يعني ايه help اهي يساعد sorry زي clean ينظف clean طيب رقم 2 انا ايه مامي انا بساعد ماما help وساعد يلا نحل السؤال السابع وده سؤال match وركزوا في سؤال match قوي بصوا كده هنا اول حاجة how do ايه دا how بدأت الكلام به how بس how دي ايه how دي اداة استفهام طالما بدأت الكلام باداة استفهام يبقى دا سؤال يبقى لازم في اخر السؤال الاقي علامة استفهام يبقى انا هبدأ ادور هنا في النحية دي هنا على علامة استفهام فين كده تعالوا ندور ها اه شفتو يبقى انا كده سهلت على نفسي لقيت بداية الكلام اداة استفهام عرفت ان دا سؤال قلتي بانا اكيد هلاقي في الاخر هنا في اخر الكلام علامة استفهام طيب ابدأ اقرأ بقى علشان اتأكد how do you feel كيف انت تشعر فهنا هختار دي رقم 1 رقم 2 I help انا اساعد انا اساعد ايه انا اساعد امي I help my mom انا اساعد ممت رقم 3 let's have هيا بنا هيا بنا ايه let's have have نتناول something to eat شيء ما لنأكل let's have something to eat هيا بنا نتناول شيء لنأكله يلا نشوف نحل السؤال رقم اية ازاي هنشوف الصورة ونكتب جملة تحتها علشان نكتب جملة احنا خلاص عرفنا بقى وشو الطول تكوين الجملة ايه فاعل وفعل فاعل وفعل طيب هنا هشوف هنا دي صورة ايه ولد طب الفاعل عايز اقول هو يعني ايه هو he تمام طيب ده الفاعل الفعل ايه بقى is he is خلاص كده انا شاطر وكتبت هو يكون هو يكون بس اكتب بقى الصفة هو يكون هو بيشعر بايه انا حس انه هو ايه متعب صح he is tired tired متعب t t حرف t tie i tire r حرف r tired the e حرف e d d he is tired بس كده كده بتجملة تمام يولا نشوف الولد التاني الولد التاني هنا حاسس انه زعلان حزين فهنقول he هو فاعل والفاعل is هو يكون سعد بس كده خدت الدرجة وكتبت الجملة بمنتهى السهولة يلا نحل سؤال punctuation خلينا متفقين ان اول حرف لازم لازم يكون capital letter لازم capital letter احرف بقى سواء جملة او سؤال المهم ان اول حرف في بداية الكلام لازم يكون capital letter فانا هكتب حرف الام capital تمام طيب بعد كده بقى اهو طالعمه اول حرف وقصو ورقة punctuation وفيها على فكرة فيديو وفيه على القناة عن punctuation سواء جملة او سؤال لازم يكون capital letters طيب في نهاية بقى الجملة في نهاية الجملة هكتب ايه فلسطوب طب اعرف منين انها جملة احنا قلنا ان الجملة بتبدأ بفاعل هنا بدأت بمامي ودي فاعل يبقى هكتب او فلسطوب وحطاها في سيركل كده علشان تكون واضحة وظاهرة للمزاحة كده انا حلت معاكو كل التدريبات تعالوا بقى نروح لصفحة الهمورك وقالوكو هنحل الهمورك كزاي بصوا الهمورك بيج 22 تمام ده همورك تعالوا بقى الكلمات علشان كلمة مثلا زي كلمة هابي مينفعش اقول الطفل اكتب ايه اكتب اتش 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 وارجع اكتب ايه ايه كده غلط لا ملعمل ايه اول حاجة انا هقول له صوت الحرف هه هه تمام اه هو كده ربط من صوت الحرف الهه صوت الهه ده وصوت حرف اله وينطق الحرف وهو بيكتبه تمام ها اا ويقوم كاتب الام فيه بي بي يقول كده وانا سمع هال وهو بيكتب هخلي الطفل كل حواسه وهو بيكتب الكلمة يسمع الحرف يقول الصوت يكتبه يبقى عنيه على الحرف وادنه بتسمع يدي بتكتب فكده كل حواسه فان شاء الله يدوب مرة مرتين هتلاقي حفظ بكل سهولة من غير ما يتعبك كأم في المذاكرة وهو كمان ما يزهقش ويحفظ الكلمة بكل سهولة خالص تمام يا ريت نكتب الهومورك بالطريقة دي تعالوا برضو فيه هومورك كمان في كراسة الانتر اكتف نوت بوك في كراسة دي اول صفحة مع هنا الكلمات دي اهي بصوا هنعمل ايه هنشوف اول حرف نقص هبدأ قولي طفلي هابي ها اه ها قولي كده جرب ها ايه الحرف اللي نقص بعد كده الكلمة متل غبطة يرتبها بعد كده اخبي ويبدأ يكتب الكلمة هو الوحده خالص الصفحة دي كمان هومورك تمام وكتبولي انتو كتبت الهومورك واي سؤال كتبولي في الكومنت وان شاء الله ارد عليكم ياريت ما تنسوش بس اللايك والشير للفيديو باي باي